وينضم إلينا من واشنطن برينت سادلر المسؤول السابق في البنتاجون سيد برينت أهلا بك معنا على شاشة الغد لماذا اختارت واشنطن بتقديرك رسائل النار ووجهتها إلى كل من سوريا والعراق واليمن شكرا جزيلا على مدار الإجازة الإسبوعية قتل ثلاثة من الأضاء في البعثة طويلة الأمد في الأردن والتي لم تشارك في أي نزاع حولها لكن الميليشيا المدعومة من إيران قررت أن تقوم بشن هجمات ضد خمسة وعشرين حتى أدت إلى مقتل ثلاثة انتقاما للهجوم الذي حدث في أكتوبر العام الماضي مجموعة من الميليشيا المدعومة من إيران حتى قرر الرئيس بايدن بأن الوقت هو حان للرد لردع إيران عن دعمها لمثل هذه الهجمات وأن يتم خفض مثل هذه الهجمات طيب إذا كان الرد هو الانتقام من إيران كما تقول سيد برينت ما هي الخسائر التي تكبدتها إيران من هكذا استهدافات؟ لا أحد يعلم بعد حتى الآن وفقا لأي بيان رسمي وفقا لأي مصدقية لأي طرف مشارك ولكن عندما ننظر إلى ما أشر إليه الرئيس بايدن وفريقه بأن الهجوم قد حدث نعلم من التقارير من المصادر المفتوحة في وسائل الإعلام بأن العديد من الحرس الثوري في العراق وفي سوريا قد تضرروا من هذه الهجمات وبالتالي فإن قادة من خضعوا لهذه الهجم في إيران قد تحدثوا عن هذه الخسائر طيب تقول حضرتك أن الخسائر ربما إيرانية ولكن الحكومة العراقية في بيان لها قالت أن من تم استهدافهم هم المدنيين مدنيين سوريين في سوريا ومدنيين عراقيين في العراق وما تم استهدافه هو القوات الأمنية العراقية ومركز للحشد الشعبي وأن تتعلم من حشد الشعبي ومقراته هذه أسست من أموال العراقيين من المنطقية للولايات المتحدة لن يكون هناك أي نية لاستهداف المدنيين الأهداف التي رصدت تعاقب لأهداف إيرانية ولوكلائها في العراق وفي سوريا وهذه الأهداف تدعم شكل مباشر وتيسر الهجوم على القوات الأمريكية هل تعتقد أنه كان هناك تنصيق مسبق كما تقول الولايات المتحدة في بيان لها مع حكومة العراق ومع الجانب السوري قبل تنفيذ هذه الدربات لأن الجانب العراقي ينفي ذلك أعتقد أن الحكومة العراقية لديها أكثر من صوت وليس ذلك من الفاقع لأن هناك أكثر من فصيل في بغداد بعضها لديها روابط قوية مع تهران مقارنة بغيرها عندما أتذكر الأكراد مثلا بعض قول ذلك ليس من السر بأن إيران لطالما حظيت بدعم بإمدادات ودخيرة وتدريب للعديد من وكلائها خارج ودخل سوريا على مدار سنوات طيب أستاذ برينت إذا كانت الولايات المتحدة هدفها الأول والأخير هو إيران والأدرع التابعة لإيران لماذا لا تستهدف إيران بشكل مباشر؟ أعتقد أن مع الأخذ في الأتبار تسلسل الأحداث داخل وخارج إيران لن سيكون من المثمر استهداف إيران ولكن الأنشطة والهجمات قد نفذت خارج إيران على أراضي العراق وسوريا واليمن الهجوم على القادة ينبغي أن يكون هو الهدف ليس من الواضح أن الولايات المتحدة قامت بذلك من خلال تعقب هذه الأهداف أم لا ولكن ضد إيران سيكون له أثر عكسي وربما يوحد كل الأطراف ضد الولايات المتحدة في المنطقة ويوسع من توطرات في المنطقة إذا كانت الولايات المتحدة أستاذ برينت تعتقد بأن هذه الدربات تضمن لها عدم تصعيد من هذه المقاومة أو من هذه الجماعات المسلحة مباشرة يوم أمس بعد هذه الاستهدافات هذه الأذرع لإيران كما تقول الولايات المتحدة استهدفت حقل كونيكو استهدفت حقل العمر وقاعدة التنف فبالتالي بعد الهجمات مباشرة جاءت هجمات هذه الجماعات المسلحة ما الذي يضمن للولايات المتحدة بهكذا عمليات عدم استهدافها مرة أخرى لأن العنف لا يأتي إلا بعنف هذا هو النقد الذي أثرته فيما يتعلق بالتنفيذ مثل هذه الهجمات الأخيرة على العراق والسرية ضد وكلاء إيران فبعد يوم أو أسبوع من التحذير هذا يمنح للوكالات والمليشلات والإيران وقوات إيران في العراق والسرية أكثر من الوقت المطلوب لإعادة التموضع مرة أخرى وهذا قد يقلل من أهمية هذه الهجمات سمع الأخذ في الاعتبار هذه القدرات لهذه القواتفة الولايات المتحدة من غير المحتمل أن تقوم بشن مزيد من هذه الهجمات وإلا سيكون هناك تصعيد من هذه القوات الموالية لإيران هذه الدربات من الولايات المتحدة ألا تزيد أستاذ برينت من غليان الشرق الأوسط أعتقد أن الفشل في التصرف هو الأكثر خطراً من منظوري من السهل أن نفهم كيف لتهران أن تسيء الحكم على مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار قدرتها لأن تتصرف ضد أكثر من 100 هجمات في أقل من شهر وبالتالي عدم التصرف وعدم اتخاذ أي قرار هذا هو الأخطر فإن واشنطن ليست تخشى من استخدام قواتها لتعاقبه كلا إيران ولكن من سوء الحظ أن في ذلة هذه المنهجية التي أعلن عنها فمن المحتمل أنه سيكون هناك تصعيد ستكون هناك هجمات أوسع ضد الميليشيات وسيكون هناك رد من الترفعين طيب ذكرت أن هناك أكثر من فصيل في العراق هذا صحيح ولكن العراقيون يتفقون على أن على القوات الأمريكية مغادرة العراق كانت هناك مفاوضات من أجل وضع إطار زمني لخروج القوات الأمريكية من العراق ولكن بعدها مباشرة جاءت هذه الدربات الأمريكية على العراق وعلى سوريا وعلى اليمن بتقديرك لن يخلط هذا الأوراق مجددا؟ لا أعتقد أعتقد أن اهتمالية انسحاب قوات الأمريكية أو محاولات إجلاء القوات الأمريكية لا علاقة له بالأمر هذا جزء من جهود واسعة النطاق من إيران في محاولة لدعم حماس في غزة ولتوسيع النطاق القتال لسحب القوات الدعمة لإسرائيل هذا سيكون له رد فعل وهذا سيجعل الوكلاء والميليشيات أكثر عرضة للهجوم من الولايات المتحدة حلفائها سوف نرى ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لكن أعتقد مرة أخرى عودة إلى بغداد فهناك أصوات عدة البعض يطالب الولايات المتحدة أن تبقى والمهمة التي وجدت من أجلها لمواجهة داعش وهي تسعى للانسحاب من العراق بعد الانتهام من مهماتها داعش وأعتقد بأنه لن يكون هناك أي سبب للعودة مرة أخرى بما أنك أتيت على ذكر داعش سيد برينت تقول سوريا أن الأماكن التي قصفتها الولايات المتحدة يوم أمس أماكن يتواجد بها الجيش السوري ويقاتل فيها داعش أيضا بالنسبة للعراق يقول العراق يوم أمس أن الأماكن التي استهدفتها الولايات المتحدة استغلتها داعش وخرجت وكانت هناك اشتباكات مع القوات الأمنية العراقية فهذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الضربات الأمريكية لهذه الأهداف وخروج داعش في نفس الوقت نتفق أيضا بأن من سوء الحظ بأن الوكلاء في سوريا المدعومين من إيران داخل سوريا قرروا الهجوم ضد الولايات المتحدة وهذا يجعل النزاع يتضمن ثلاثة أطراف ومن غير المفاجئ مع الأخذ في الاعتبار الأحداث التي حدثت منذ السابع من أكتوبر حيث هجمت حماس في هذا التوقيت بإثارة مثل هذه الأمور يقول البعض أن تواجد الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة في بعض الدول هذا من شأني أن يصاعد الأمور أكتر الولايات المتحدة بقيت في أفغانستان عشرين عاما ثم خرجت دون تحقيق أي أهداف وهذا ما تخشاه بعض الدول العربية التي توجد بها بعض القوات الأمريكية لذلك هم يطالبون بمغادرة القوات الأمريكية وكانت حكومة ترامب السابقة ماضية على هذا الأساس لإخراج بعض القوات الأمريكية والمعدات العسكرية الأمريكية من المنطقة ماذا عن حكومة بايدن؟ أعتقد أن عدم التنصيق والإجلاء من أفغانستان كما حدث من الرئيس بايدن هو مثال على عدم التصرف ففي أفغانستان كانت هناك أضرار بسبب عدم اتخاذ قرار في أفغانستان وبالتالي هناك محاولات في الشرق الأوسط بعد تكرار نفس السيناريو في الشرق الأوسط وأيضا الحفاظ على أفضل مصالح للولايات المتحدة والمواطنين أولا حتى بتنصيق مع الشركاء يجب أن يكون هناك عمل على الأهداف المشتركة في المستقبل وبالتالي هناك مؤامة للمصالح ضد أي رد فعل من قبل إيران والوكلائها كما رأينا هجوم حماس في السابع من أكتوبر طيب أطراف المقاومة هذه المساندة للمقاومة في غزة تقول أنه بمجرد وقف القتال في غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة سيتتوقف استهداف السفن في البحر الأحمر وسيتتوقف استهداف القوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق لماذا لا تذهب الولايات المتحدة لإحتواء هذا الصراع في غزة بدلا من ربما توجيه رسائل النار لهنا وهناك أرد على ذلك بأن الولايات المتحدة قامت بضبط النفس في هذا الأمر حتى لا يتوسع النزاع خارج نطاق غزة ولكن خلال الشهر السابق للهجوم في 7 من أكتوبر إيران قد وسعت من النطاق وأيضا حزب الله في لبنان وحماسة يتصرفون ويواجهون إسرائيل وأعتقد بأن إيران تسعى لتوسيع نطاق النزاع لكن الولايات المتحدة هي التي تحاول أن تحتوي الوضع لكن فيما يتعلق بالحوثيين قد شنوا هجمات على السفن في البحر الأحمر لبعض الوقت وهي مختلفة وقد تراجعت في الشهر الأخير لكن ليس هناك بالأمر الجديد طيب السؤال لماذا لا تريد الولايات المتحدة أو أستاذ برينت احتواء الصراع في غزة ووقف اطلاق النار هناك محاولات لذلك ولكن التوسع في النزاع هو ما تسعى إليه إيران الولايات المتحدة هي التي تحاول أن تقيد الأمر على نطاق غزة فقط بعيدا عن إيران الآن تحدث أستاذ برينت عن غزة يعني لمدة أربعة أشهر وهذه الحرب متواصلة على قطاع غزة الولايات المتحدة استخدمت الفيتو أكثر من مرة في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار فبالتالي لماذا لا يتم احتواء هذا الصراع والولايات المتحدة داعمة بالأموال وبالمعدات العسكرية لإسرائيل منذ ثامن من أكتوبر وحتى اليوم الإجابة ببساطة للحال على هذا السؤال أولا الولايات المتحدة وإسرائيل لديهم مصالح قومية مشتركة من وجهة النظر الديموقراطية والجمهورية هناك أيضا مصالح استراتيجية مع دول في الشرق الأوسط مع إسرائيل أيضا في الولايات المتحدة هي تحاول أن تحافظ للغاية مع الحلفاء وأيضا هجوم السابع من أكتوبر وما ورد من تقارير بشأن التفاصيل المتعلقة بالاختصاب والقتل للأطفال والسيدات كانت صدمة للكثيرين في الولايات المتحدة المظاهرات التي حدثت القليلة تستثنى من أمره لكن الكثير من الأمريكيين يستذكرون ما حدث من داعش ومقارنة ذلك بما حدث من حماس خلال هذا الهجوم وأن هذه سلطة غير مقبولة في غزة ولم يكن إسرائيل هي التي قامت بشن الحرب لكنها حماس وليست إسرائيل فيما يتعلق بما حدث في السابع من أكتوبر والاستنتاج هو أن وقف إطلاق النار هو قرار حماس وإسرائيل وليس لأي طرف آخر ولكن الولايات المتحدة هي من تسعى اليوم إلى تنفيذ اتفاق باريس وتحاول الضغط على الأطراف عبر الطرق الدبلوماسية من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار فلماذا هذا التحول اليوم؟ أعتقد أن هذه الإدارة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية ومصالح سياسية في الحزب الديمقراطي والذي ينتمي إليه الرئيس بايدن هناك فصيلان مجموعة تدعم فلسطين وتريد أن ترى حل الدولتين في أقرب وقت هناك فصيل آخر داخل الحزب الديمقراطي يدعم بشكل كبير إسرائيل وبالتالي من الصعب الحزب الديمقراطي أن يصل إلى موقف متماسك أو سياسة متماسكة تتمكن من تنفيذ الأمر وبالتالي نرى التغيرات الأخيرة هي محاولة فقط لأن تظهر علامات عندي الحزب للتفاوض للوصول إلى حل من سوء الحظ بأن هذا أدى لأن هذه الحرب تستمر بهذا الشكل قبل الوصول إلى حل سلمي طيب أن تذكرت حضرتك الحزب الديمقراطي ولكن البعض يقول أن هناك طيارات أخرى مثل طيار البيت الأبيض ووزارة الخارجية يقول البعض أنهم مرتهنون للحركة الصهيونية ومرتهنون لدى إسرائيل والبعض يقول أن هناك طيار آخر بعيد كل البعد عن الساسة وهو طيار وزارة الدفاع البنتاجون وأيضا المخابرات ولديهم ربما ندر استراتيجية مختلفة عن إدارة البيت الأبيض والخارجية لم أرى أي دليل على كل هذا الأمر في واشنطن هناك دائما جدل بين مختلف الهيئات والوكالات ولكنها تدعم في النهاية إسرائيل والجدل دائما عن آلية الدعم وتوفير الزخائر ما لأخذ في الاعتبار طبيعة الهجوم الذي حدث في السابع من أكتوبا ليس من الواضح إذا لم يكن هناك تماسك في الإدارة بشأن وقف إطلاق النار وتعامل مع الإفراج عن الأسرة لا يزال هناك أسرة محتجزين في غزة نعم هناك أسرة محتجزين وهناك أيضا أسرة محتجزين في إسرائيل منذ سنوات وليس من اليوم هناك من هو محكوم بالمؤبد حتى الولايات المتحدة أصدرت بيانا أن قبل يومين تتهم في أربعة إسرائيليين بتنفيذ ربما عمليات ضد الفلسطينيين ما يقومون به هو ضد القانون الدولي وعاقبتهم الولايات المتحدة فبالتالي البعض كان يقول إلى مدى ستتسطر الولايات المتحدة عن العمليات التي تقوم بها إسرائيل ومستوطنين ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية تحديدا أعتقد أنه في العديد من الحالات أنتم تشيرون إلى الفلسطينيين الذين تجزوا في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية ومن غزة علينا أن ننظر إلى كل حالة بصفة مستقلة وأن نحكم عليها وفقا لظروفها وأنا لست مستعدة للإجابة عن هذا الأمر بالتفصيل لكن بالنسبة للعملية في إسرائيل البلاد المتحدة تريد أن تكون أكثر شفافية وأن تسعى لسيادة القانون وهذا ما لا نراه من قبل حماسي غزة طيبا تفهمنا حضرتك لا تريد أن تجيب ولكن أيضا هناك 6000 محتجز فلسطيني من الضفة الغربية ومن غزة منذ السابع من أكتوبر عموما إلى ما تستستمر بتقديرك هذه الحملة العسكرية على الأراضي العراقية والسورية واليمنية من قبل ولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا وستتجاوز ربما مجال الرد على مقتل الجنود الأمريكيين ثلاث أعتقد بأن الهجوم لا يعد انتقام لأن الأمر متأخر هو فقط لمنع توسع الهجمات ضد الولايات المتحدة وتوسيع نطاق الحرب أكثر من غزة وأعتقد أن هذا الأمر متأخر لكنه لا يعد انتقام ولا ينبغي أن ينتر إليها لأنه انتقام لطالما أن 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية كما أشرت من قبل كل حالة يجب أن ينتر إليها على حد لأنها ليست مسألة عدد نحن نتحدث عن سنوات من عمليات القاء القبضة تركيز الآن هو محاولة احتواء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن وبالتالي الفلسطينيون والإسرائيليون يمكن أن يغلقوا هذه الصفحة ويتطلعوا إلى المستقبل وأن يكون هناك ضمنات ألا تستفيد حماس من هذه الإجراءات والمستقبل والاعتراف بدولة فلسطينية من قبل الأمريكي ومن قبل أيضا البريطاني وهذا ما تحدث عنه الساس البريطانيون والأمريكيون شكرا جزيلا لك من واشنطن سيد برينت سادلر المسؤول السابق في البنتاجون شكرا لك شكرا لك